محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم شخصية عرفها التاريخ وهو الذي ختم الله به الرسالات فقد بعثه الله تعالى برسالات الإسلام فيكون الدين الذي جاء به خاتم الأديان اصطفى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون هاديا للناس كافة وقد حفه الله تعالى ودين الإسلام بالعناية والحفظ فأصبح محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأعظمهم في تاريخ لكننا اليوم نتعرض إلى قصة بالغة الخطورة وهي التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يقله وهو من المصائب التي ابتلين بها جميعا وهو نقل روايات مجذوبة على البعض وكأن أغراضهم هو تنصيب الدين لأهدافهم الشخصية اليوم سنتقص واحدة من أشهر القصص المجذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتناولها من الألف إلى الياء كما يقول أصحاب العلوم والأبحاث فهيا بنا نخوض في هذه الأحداث ونشترك معا في الدفاع عن تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات حكي أنه جاء رجل فقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح مملؤة عنبا فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب فأكل الأولى وتبسم ثم الثانية وتبسم والرجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك والصحابة ينظرون وقد اعتادوا أن يشركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء يهدى له ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عنبة وعنبة ويبتسم حتى أنهى بأبيه وأم القدح والصحابة متعجبون ففرح الفقير فرحا جديدا وذهب فسأله أحد الصحابة يا رسول الله لما لم تشركنا معك فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فقد رأيتم فرحته بهذا القدح وإني عندما تذوقته وجدته مرا فخشيت إن أشركتكم معي أن يظهر أحدكم شيئا يفسد على ذاك الرجل فرحته وهنا وقبل أن أضع رأي العلماء أقول إننا لم نسمع بحياتنا عن عنب مر سمعنا بحامد أما مر فلم نسمع به من قبل وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فليس من خلقه أن يأكل والناس حوله ينظرون إليه وكان بإمكانه أن يأكل منه ويشكر الأعرابي ويضعه إلى جانبه وهذا رأي العلماء بهذا الموضوع وهذا الحديث يظهر أنه كذب موضوع لوجود له في كتب الحديث ولا أصل له ولا يصح أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فمتعمدا هنا أي لا يتحرى الصحة في الحديث فنقل الحديث أيضا يدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن يعلم أنه مجذوب قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والأسانيد الخاصة بهذا الحديث غير صحيحة ومجذوبة وما ينبغي للمسلم العاقل أن ينشر شيئا من دون تحرن فعلامات الكذب عليه واضحة لمن ليس له علم بالحديث ولو باليسير وقد خطب موقع اسلام ويب من ألف هذه القصة بأنها مجذوبة وخاطئة ومتقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلمون أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ما لم يقل متوعد بالنار في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلجي النار إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا فتوبوا توبة نصوحة عن التكلم بالإفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كذب محض لا وجود له ولا إسناد له وقد كتب عنه عدد من الباحثين وعرف الكثير من الناس أنه كذب ومع ذلك ينتشر انتشرا وسعا بين الناس وأخيرا نرجو منك عزيز المشاهد أن تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك وأقاربك لكي يكون الثواب لنا ولكم هذا والله أعلى وأعلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة الكبر وعذاب الكبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والطقاء والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا علم الخفيات يا مجيب الدعوات يا قادي الحاجات يا خالق الأرض والسماوات أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل لا راد لأمرك ولا معقب لحكمتك رب كل شيء ومليك كل شيء أسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإمانا خالصا أسألك يا رب أن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصديقين ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك لا مهدي إلا من هديت ولا ضال إلا من ضللت ولا غني إلا من أغنيت ولا فقير إلا من أفقرت ولا معصوم إلا من عصمت ولا مستور إلا من سطرت أسألك يا رب أن تسترنا وأن ترزقنا الصحبة الصالحة وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والأهل والولد اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرشته ولا غائبا إلا ردته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا يا رب إلا قضيته يا رب لا يمنعنا أحد إذا أردتنا ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا لا تحرمنا بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت نسكنه واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا اللهم ارضنا بقضائك واعنا على الدنيا بالعفة والقناعة وعلى الدين بالطاعة وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور إلهنا قوم عجاجنا وأعنا في استقامتنا وكلنا ولا تكن علينا أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اجعلنا ممن يأخذون كتابهم يا رب باليمين واجعلنا يا ربي يوم الفزع الأكبر من الآمنين متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الرحمين عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا شكرا